إذا برح كتن بدل آن نحكي عن Final Value Theorem والFinal Value Theorem مهمة لما بدي أطلع Steady State Error Steady State Error هو الأرور ما بين الValue اللي بدي أطلع والValue اللي أطلع بعض فترة طويلة جدا بذلك اسمناها Final Value Theorem Final Value Theorem يكون التالي Limit As T approaches infinity ففف T يعني هنعيني فنكشن، اي فنكشن كانت بدلالة T بالزمن يعني تساوي F تساوي خلينا نفهم شو معناها هاي أول الشي اللاحبه أول شي إنه S هي Frequency تي هي زمن. شو للاقة عادة بين الزمن والفريقونسي؟ واحد عادة. فمن المنطق مديهيا يعني. انه لما تي توح لإنفينيتي كانو الفريقونسي عملكة زيرو. لما الفريقونسي توح لإنفينيتي كانو الطعم عملكة زيرو. مديهيا. هيا بس حتى تساعدنا نفهم شويتا. ناخد بس ما تنسوا انه فيها عندي اس. اضافية منطوبة. اذا مش الليمت تبع فوف تي. لما تي البورج الفينتي بساوي الليمت او فوف اس لما هلالاقة بين فوف تي وفوف اس؟ شو قلتبتم وبعض؟ ماشي واحد منهم ابر كيس وواحد لور كيس بس هم شو اللاقة بينهم؟ هم اللاب ناس ترانسفورم. اذا يعني كايني بقول انه اللاب ناس ترانسفورم. طبع فوف تي بساوي فوف اس. او اذا بتحب انك تستعمل الشكل التالي. انا بحب بستعمل هذا الشكل من هنا بشيء شعر. بس هذا هو اللاب ناس ترانسفورم. تبع فوف تي بساوي فوف اس. يعني شوفوا هذي طريقة سهلة. لانه مرات انا ازا عوض تي ما بطلع معي جواب واضح. ازا ما هديش الفنكشن لكن ازا عندي الفنكشن في كل اللي بحتاج اعرفه حتى اعرف الفاينال فالو تبع فوف تي شو بعمل؟ بضرب ترانسفورم فونكشن في اس وبعوض اس بزيرو. بطلع معي الفالو هذا مساوي للفاينال فالو تبع فوف تي بعد فترة طويلة جدا. هذا بيمكاننا نستخدمه ومستخدمه في تطبيقات معينة. خلينا نحاول ناخد مثال الآن. لو انا عندي فونكشن مثلا خلينا نقول فوف اس. بتساوي واحد على واحد زائد ثري اس مثلا لو طلعنا اهم واحد على ثري اس. وبعدين انا هذا زائد ثري اس. ايش الوردن تبع هاتا السيستم؟ ايش الوردن تبعه. بيساوي ثلاثة. لو اجينا دخلنا على هاظ السيستم هون. كاي خلينا بعد فترة طويلة جدا هون ان output. عدايش بهذا بس. بدي استعمل فان الباري فيه ممكن تساعدني الناحية. هي طبعا لو بدي اعطبتها فيزيائيا يعني حسيا. شو اللي عملي يصير عندك هون? في عند السيستم هذا انا عمالي بتدخل عليه. الكل بيعرف شو اللي هي بموت لها باليو او تي. شكلها? طبعا هذا هون تايم زيرو. التايم زيرو شو بيصير بالستيب فونكشن? بتتغير من زيرو لون. وبتضغها الى الابد. يمكن ازاد اسلم اني ارسل معنين عشان ما تتفكرها بعد تايم زيرو. هاي التايم زيرو? التايم زيرو ايش بيصير? تتغير من الزيرو لواحد. هادي اسمها ستيب فونكشن. لانه شكلها زي شكل الدرجة. احنا الان من هون. لو انا اجيت على هذا السيستم اللي موجود هون. ودخلت عليها ستيب فونكشن زي دي. الاوتفل شو رح يبدأ يعنيك? رح يبدأ يزيد. بس ما رحيتم عشكل ستيب فونكشن. شكل رح يكون. رح يتغيرون هذا الشكل. يعني هذا عن هذا اللي هو هاديش واي اوف انفينيتي. مش هذا السؤال اللي عم نسأله? يعني عم ما نقول هادا على فكرة مثال حسية لو انت بدك تطلع علي حسية هذا ممكن يكون ميزان حرارة. ميزان حرارة لما بتحطه بتمك. اذا كتئيز درجة الحرارة بتحطه في ادنك او هذا. خصوصها لزيء باقي. مش هي? قديش درجة حرارة جسمك في اللحظة اللي انت بتحطها فرضاً مثلاً. قلت بيتوسع سفنان وكانت ثمانية وتلاتين. هل اول ما تخط ميزان الحرارة بصير ثمانية وتلاتين? لا. قديش بعطيني هو في البداية بقول درجة حرارة الورطي. كنت كن اتنين عشرين. قديش ببدأ مع الوقت اشوف. في البداية كيف بتحرك بتخير القراءة? تغير بسرعة مش هي? لكنها بعد فترة. شو ما تصير تتخير? والمفروض قبل ما تترك هذا الميزان لفترة طويلة جداً. قديش نصير درجة حرارة? ثمانية وتلاتين. مش هي? مصبو? ازان هذا وهذا ميزان الحرارة. ولو احنا مع نوع وقت بنعمل منحلل هذا الميزان الحرارة من طبعه عليه ونحلله من ايس طولة وعرضه يقول الازاز والطبيعة والسبيسيفيك هيت كاباسي طبيعة المركري والازاز والثيرمال روزيستن كل الاشياء اللي حكيناها بالثير المودري. وراح اطلاع بيه. وين اللي دخلت على الميزان? شو هي اللي دخلت على الميزان. حرارة جسمي بس وضعي للميزان في في فمي عمل على الميزان مظبوط? هيتا. عمرية وضعي للميزان في فمي. اعطاها ميزان ايش بدي يصير بدي ينتقل الحرارة من جسمي الى الميزان فبدي يعطيني هذا الآخر. السؤال اللي بس انا موصل جداً. اول انا هذا الميزان احنا عارفين روح يطبع ثمانية وثلاثين بدن سبيتها الرياضية. مظبوط? مش الارفوت رح يطبع هو نفس الانبوت رح يزير بعد فترة طويلة جداً رح يزير واحد يعني بالحالة هاي او ثلاثين ازاي انت بتهم. ننشبه يارضنا. اس تب فونكشن ايش لا تبعي اس تب فونكشن. واحد على اس. اذا اس تبعي الانبوت روح او ضرب اب Muhammad. استيقل؟ ايقام بالموت لا بلاس ترانسفول بتبع الانبتصصي جداً الانبوت روح يطبع ان تبع الانبوت بتساوي واحد على اس في ايش مطلوب? بواحد على واحد زائد ثلاثة اس. تبقى بعطيني واحد على اس واحد زائد ثلاثة اس. الان انا ايش بدي? بدي اعرف قديش القيمة النهائية بعد خطرة طول جدا. هاي شو تساوي بتساوي المت. مش فراد انا بطر استعمل المت. بطر استعمل فكرة الليمت. لانو انا بعد رشانيا انا اوض مباشرة. اذا الي of t بتساوي. لكن y of infinity. شو بتساوي حسب هاي المعادل يوان حسب الفينال. الليمت الى f of t. as t approach infinity شو بتساوي الليمت? the s f of s as s approaches zero. اذا هاي مضروبها بتساوي. المت. the y of s مضروبه في s as s approaches zero. مصبوط مش هيك بعمل? طيب. اذا اس مضروبه في هاي. مش هادي اي of s? بتصير عندي اس. اس واحد زال الثلاثة اس. limit as s approaches zero. مصبوط. ايش بعمل? اس بس. اس بتشتب مع اس مش هيك? عوض اس هون شو بصير يدي في اللي ضل? عطيني. هو جواب بسيط وسهل بس بفرجينا استعمال. احيانا بتكون مفيدة جدا في حل اشياء معينة ما بادرح لها بسهولة.